تقول الكلمة احنا نقول عشرة دفاعا عن الحق دفاعا عن الحق انا دائما اقول دائما مجرد فكرة ودليل على اننا اصحاب حق لو ان اسبانيا من اللي كانت من الصعمرة اقليمنا الصحراوية ومن اللي نظمنا المسيرة الخضراء في 1975 وهذه هي السنة اللي تكون فيها البوليزاريو لو اننا مشي اصحاب حق ولو ان الحسن الثاني رحمه الله بالفعل كما تدعي الجزائر انه استعمر ان الصحر ماشي ديالو وان الصحراء من اللي جاد استعمرتها اسبانيا كان فيها شعب خر وحكم اخرى وحاكم اخر لانها دول منطق من اللي اسبانيا دخلات الصحراء المغربية فلا بد ان تكون دولة قائمة لا بد ان تكون دولة عند حدودها عندها حاكمها عندها دستورها عندها حكومتها الى اخره واش كنت تتظن بان اسبانيا غادي تخرج متاطئة الرأس بالمسيرة الخضرة لكن نحن هذيك الارض رمشي ديالنا ديال مواليها ابدا ف احن احن اصحاب حق بالحجة بالدليل بالوثيقة ثم الوثيقة اللي كنت بيينتش هالهدي انه دار استفتاء في فرنسا وهذه الوثيقة خرجات من الخزانة الفرنسية انه دار استفتاء في الجزائر وفرنسا دار استفتاء بغا تتعرف رأي الجزائري فين غادي واش معا ان تبقى الجزائر فرنسا في الجزائر وتسير امورها واش الجزائر خستت تاخد استقلالها فالاستفتاء اشمل عديد من المدن ومناطق الجزائر من اللي وصلتين دوف بغاوا يديروا الاستفتاء وصيفتوا لهم على اساس انهم يصوتوا هل تبقى فرنسا في الجزائر ام تخرج باش جاوبوهم الناس اللي كانوا في تندوف باش جاوبوهم اهل تندوف قلوا لهم احنا ما معنيينش بالاستفتاء على الشهد قلوا لنا صوتوا وانحنا رام غاربة ماشي جزائري انا مغريبي علىش غادي نصوت على استفتاء لصالح الجزائر وانا مغريبي هذا يدل قطعا وبالوثيقة اللي مكاشية وموقعة يدل قطعا على ان تندوف اصلا تندوف ديانا مغربية اصلا تندوف جزائر تتهضر على السحرة المغربية وتريد تجزيعها من المغرب وهي واخدالينا تندوف دكت تقسيم لدى المستعمل فرنسي وخليني نقول لكم ونذكركم بان قضية الحدود التي سطرها المستعمل الفرنسي عمرها ما غابت على المغرب باش منقولوش لا ورحنا وتنتم اعتحنا يا الحكام والسلاطين متسوقوش كانوا يدافع ديك الوقت فعاد محمد الخامس وفعاد الحسن الثاني رحمه ومالله لا شريف قرأ التاريخ قرأ التاريخ احنا كنا ضحية ثقة ضحية ثقة لان بن بلة تكون في المغرب وقرأ في المغرب وبومدين تكون في المغرب وقرأ في المغرب وعبد المجيد تكون وبوتفليقة تكون في المغرب وبوضياف تكون في المغرب وغيرهم كلهم قرأوا في وجدة وكلهم تكونوا اغلبهم في وجدة وتكونوا كذلك في داخل المغرب الرباط الى اخره الكاريزمة السياسية ديالهم اخدوها من عند المغرب ومدارس المغرب هذو كان من اللي حكموا الجزائر تنتكلم على بو ضياف رحمه الله لان هذا هو اللي كان بغي يمد اليد البيضاء للمغرب والتعامل المغرب فقتلوه قتلوه اذا بو ضياف بو تفليقة بن بلا بو مدين اللي كان حاقت على المغرب بشكل غريب هادرا كلهم قروف مداريسنا وكلاو الخضرات دينا وشربوا ماءنا والكاريزمة السياسية احنا اللي اعطينا لهم ولقنا لهم فكنا ضحية تيقى احنا كش قلنا را محمد الخامس خليني نقول لكم هذه حقيقة تاريخية واقرأوا تاريخ محمد الخامس محمد الخامس جاز عنده فرنسا لان احنا كنا صعاب صعاب على فرنسا مقدروش يستقروا عدنا كم ما استقروا قرن من الزمن في فرنسا احنا را واحد للمدة بسيطة شي سنوات قليلات قريبا من 1912 إلى 1857 وخليني يقول لكم من 1912 ما كانت استعمار كانت حماية وتقلبت استعمار اذا احنا اللي بغنا نضروا را شي سنوات قليلات مش هي الجزائر قرن من الزمن للستعمار فحنا كنا قاسعين على فرنسا استطعنا نوقفها عند حدة ورعبناها اشاوس من الرجال والنساء والحكم السلطان محمد الخامس كان كما تقوله احنا بالدريجة حسكا حسكا امام المستعمار الفرنسي ففرنسا القاتل عارفة بان المغربي يساند الجزائر والمقاومة الجزائرية ويسلح المقاومة الجزائرية وتدرب المقاومة الجزائرية وتمو المقاومة الجزائرية عارفها وهذا الشي بالدليل والإثبات فجلت تفاوضات مع المغرب وتفاوضات مع محمد الخامس قلت لي يشوف احنا وقف وقف الدعم ديالك للمقاومة الجزائرية هالشي اللي احنا شدينا تسقلع قلت لي وقف الدعم ديالك والمغرب والشعب يوقف الدعم دياله المادي المالي الماكلة كنا تنصيف طواليهم للمقاومة الجزائرية والشعب الجزائري ونعاودوا ترسيم الحدود نعطيكم المناطق دياله بما فيهم تين دوف شوف هذه حقيقة تاريخية يعني السلطة المحمد الخامس إذا بغيتي وقف مساعدتك وتضامنك مع الجزائر وقدن نترسى الحدود نعاودوا ترسيم الحدود ونعطيك ذاك الشي اللي تاختينا لك وظمنا الجزائر من هذه النظاτηosten فويلاüzik سلطن محمد الخامس السلطن محمد الخامس ี่ العربي بالنرى ممكنش الجزائر تخونه والممكنش بانبلا يخونه ممكنش بوضياف يخونه ممكنش بانبلا يخونه ممكنش بوم مدين يخونه ممكنش بوت فليقة يخونه ممكنش توحد يخونه لماذا؟ لأنهم تكونوا في المغرب وقروا في المغرب وكلوا من هذه الأرض وحتاضناهم وحميناهم وما زال نستقلنا وبقنا ندعمهم ماليا وعسكريا وإلى آخرين فكان عارض يعني ما يخنوش مجرد ما تشد الجزائر استقلان غاد يقول لهم محمد الخامس يلا نعود وترسيم الحدود يقول لبسم الله يا كريم يا ابن الكورماء وغاد يترسيو الحدود بما كانت من قبل وغاد يترجع تيندو في المغرب وغيرها من المناطق اللي كان في جنوب الصحراء الجزائرية هكا كانت الثيقة بحل شي واحد مع أخوه وتقول لا أنا هذك خوية من اللي غد يسالي مثلا غد يرجع يريح معي آطابل بس جاوب محمد الخامس مسعمر فرنسي قال لي لا هذه الحقيقة التاريخية قال لي لا قال لي دعمنا للشعب الجزائري مسمر والمقاوم الجزائري غد يبقى مسمر ما دامت الجزائر مستعمرة فكأن المغرب مستعمرة مستعمرة هذا محمد الخامس قال للفرنسا أما قضية الحدود فهذا شأن داخلي بين شقيقين هكا قال هاليا قال للفرنسا أما الحدود الشي بيناتنا بينجوج خوت شي سوقك فيه يعني راني تفهموا علي ولكن غدرونا من اللي شدوا لي السقلال غدرونا من اللي شدوا لي السقلال من اللي شدوا لي السقلال مش الحسن الثاني وابعته لحكام الجزائر بن بلة لأنه بن بلة كان هو أول رئيس جزائري حكوم الجزائر قال لي على قضية ترسيم الحدود من جديد صفه داب خرجات فرنسا من الجزائر أجيحنا خوت خوا خوا أجي نرسم الحدود لدياننا ديالكم وليديانكم ديالكم قبل دخول المستعمر الفرنسي أجي راتين دوف ديالنا الحسن الثاني من اللي طلب من بن بلة بن بلة كأول رئيس بعد الاستقلال أنه إعادة ترسيم الحدود كما كانت سابقا كما كانت سابقا قبل ما يرسمها المستعمر الفرنسي أشقال بن بلة المالك الحسن الثاني رحمه الله قال لي يصبر علي دب إحنا تنبني المؤسسات ديال الدولة والإدارة ديال الدولة من اللي نكملوا استكمال بناء المؤسسات الدولة الجزائرية غادي نريحوا ونعودوا ترسيم الحدود ولكن هي كانت مكيدة تدبروا بليل فلوقيت اللي الحسن الثاني رحمه الله تيتسنى لأن التيقة بن بلة كن في المغرب قراء في المغرب بن بلة نحن اللي كونا الكاريزمة السياسية ديالو فبن بلة الحسن الثاني لوقيت اللي تيتسنى بن بلة على اعتبار أنه شاقيقنا أخونا أكل خبزنا أشرب مانا ما تربى بين ظهرانينا فليتسنى يكون المؤسسات الدولة فإذا به يشنوا هجوما غادرا بفيقيق وقتل عشر تقريبا من الجنود المغاربة في أجمة غادرة واندلعت حرب الرمال تنسنوهم يديروا لنا ترسيم الحدود وإعادة الأمور كما كانت فإذا بهم يشنون حربا ويشعلون حربا ليه كانت حرب الرمال ومن بعدها بدأت حروب ومن بعدها بدأت مواجهات وا 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 وتقول بوليزاريو ودحمات الجزائر وا 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 هذا هو التاريخ للأسف الشديد للأسف للأسف على أين كما قال الحسن الثاني رحمه الله الجزائر تتفضح نفسه أمام العالم ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار وتنتكلم عن الحكام ضغم الحاكمة العسكر يا شعب الجزائر يا إخوانا يا أشقائنا وخليني نقول لكم راكم أشقاء عرفتوا علاش أشقاء لأن الدم دينا تدور فاروقكم ودمكم تدور فاروقنا را كل ما كل ما حتى وقلت تطغات الحكام مدارشة القادية فيما سابق بومدين ربعين آلف مغربي تم ترحيله من الجزائر غصبا قصرا قصرا طوال كل حفيان خرجوه خلوا لخلوا مرتو خلها وخلات راجلها خلاتو لخلات ولادها خلاتهم لخلوا ولادو خلهم جاءوا في ساعات مبكرة من الفجر ليلا وخرجوهم بقوة السلاح ما يقارب أربعين ألف مغربي جاءوا من الحدود وصيروا في حالاتكم كنشمسمسي دير هذه العملية تم يا شعب الجزائر شقاءنا ولكن للأسف رقابكم يتحكم فيها ضغمة من النازيين ترجمة نانسي قنقر